انت تعرف ان المتشب دي اتحاد الكورة عين لها مرائب ومنصق منصق اللي ما كانش بتعين اصلا في اي مسابقة هنا في مصر بعت ناس عشان يب ordinanceقين للمباريات ده غير المرائبين بعت خمس مرائبين يعني هو جيت على عرض الحكام عشان يطلع منصقين ومرائبين طيب مباراة زي دي فيها مرائب وفيها منصق فيين دور المرائب؟ فيين دور المنصق؟ فيين تقرير المرائب؟ فيين تقرير المنصق؟ فين دوري اتحاد الكورة بعد المباراة؟ أنا مش عارف سيد محمد ياسين هو مرائب المباراة هو مرائب المباراة وأنا مش عارف الصراحة هو كتب إيه وقال إيه لاتحاد الكورة وقال إيه لاتحاد الكورة أصلاً من الكارسة اللي احنا فيه كنا عادوا سأل سؤال مباشر هل التحاد الكورة مش شايف إنه إحنا أمام كارسة؟ لا هو شايف إنها كارسة وصامت ده الأمر هلنقشه لكن إنه أصلاً مش شايف إنه فيه كارسة فتبقى هي بقى الكرسة نفسها أو تبقى مصيبة أو تبقى عارة على أي مسؤول بصراحة يقف صامتاً أمام مسألة الصرفات في كل الدنيا مات زادة خد أحداث وأبعاد زادية كان أول حاجة تتعمل لجنة طوارئ بالظبط كده على طول وملاقشة التقارير اللي حد تتكلم عنه أو التقارير المتعددة اللي احنا ممكن نتكلم عنه أما وأننا دلوقتي لم نناقش أي تقارير على الإطلاق لم ننظر في أي حد سجل ملاحظة حتى محدش توقف محدش خد لفت نظر حتى يبقى ما عندناش تحق كورة بأمانة شديدة بأمانة شديدة اتحاد الكورة يبدو أنه تحقف مع الموضوع بفكرة التناش يعني تنش محدش ياخد باله مننا والبطولة برا مصر رغم أني بطولته بطولته طبعاً يعني السوبر المصري بطولة طبع الاتحاد الدوري أصبح بطولة خارج اتحاد الكورة صحيح الكاس هو بطولة الاتحاد والسوبر بطولة الاتحاد اتحاد الكورة صامت متعمداً أنا بعني الكلبة بالمناسبة اتحاد الكورة صامت متعمد ليه؟ لأنه مش عاود يخش في التفاصيل وفي المشاكل طب عين مرايب ليه وعين منصب قامل ليه؟ أمور تنظمية شكلية يعني ليه 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 يصفر الناس بس كده يعني؟ أمور تنظمية شكلية وصفر ومجملات متعددة لكن أنا كنت أنتظر أنه يكون في موقف حقيقي طيب لو اتحاد الكورة كان يخذ موقف حقيقي كنا نحن هنناقش الموضوع دلوقتي؟ لا خالص كنا نشيد بموقف اتحاد الكورة وأنه خذ قرارات فورية وقرارات عاجلة وحطوا الأمور في النصابها الصحيح لكن أنه يطنش على اعتبار الناس بتنسى على اعتبار الناس مش وقدة بلها لأتحاد الكورة موجود وده أمر فغاة الغرابة أصلاً محمود في حاجة هي مش خناف شارع صحيح تفي قواعد منظمة للملعب وانت كمسؤول كمرائب وكمنصق وفي اجتماع فني ومع الفرقيتين كل واحد عارف دوره طالما أنت برى لسكور قاعد برى ليك توقيت معين تنزل في الملعب كل القواعد دي بتغضع للوايح طب انت اللوايح بتنفذها ما نفستهاش عشان جداً في بداية الحلقة روحت القصة المباريات اللي حصلت فيها مشاكل من المصم الماضي الزمنة كل مصر والأهل والبيرمتز وفيين المسابقات وفيين الانضباط مساعد بنرمي التقارير على لجنة دي وعلى اللجنة دي وبرخبا بنشوفش نتيل نظبوط لا احنا عندنا فشل لابد أن نعترف به بص يا محمد بأمانة شديدة بداية الإصلاح يبدأ من الاعتراف بالفشل لكنك انت لما اعترفتش أنه عندك مشكلة مش تحاول تبدأ في حلها اتحاد الكورة والقائمين على المنظومة يبدو انه مش معترفين ان احنا عندنا سلبيات وعندنا صغرات كتلا جدا اهمها تنظيم المباريات عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم المباريات بنروح احنا وانت على طول الملاعب سواء هنا او خارج مصر لا في مقاردة ظلمة في مقاردة فروق مش طبيعية حتى في التفاصيل الزهارة والكبيرة بالمناسبة يعني اميرة الدخول وما لذلك والخروج والبدلاء واللي عاديين فين وعاديين تحته والملعب وحرمة الملعب وفق القانون اللي فيه في قواما إلى ذلك كل ده بتطبقش في مصر بشكل كبير جدا بأمانة احنا بندفع ضريبة انه اعداد من المحسوبين على المنظومة متعودوش على الانضباط متعودوش على الالتزام في الملاب عشان كده بندفع الضريبة حاجة تانية المهمة انت اشارت اليها اللجان المختلفة اللجان الانضباط اللي القارات بتخش ما تطلعش كل يوم حد واربع اتحاد الكرة ينتظر لجنة الانضباط تكر قرارات او تنع عن قرارات وهذا لا يأتي امر في غات الخطورة لانه لجنة الانضباط هي اللجنة المنوط بيها انها ترضع المخطئ في ظل وجود لوائح في المسابقات تبقى لا حد او سقف في العقوبة لجنة الانضباط هي اللي تقدر تتخطى هذا السقف بعقوبات راضعة تقدر تخلي المخطئ يراجع نفسه الف مره بعد جدا لكن لأسف الشديد شفنا كم وقاع العقوبة بتدخل او الورقة بتدخل لجنة الانضباط ولا تخرج